أخوتي وأخواتي إذا الأمر عم بثير أي تساؤلات في ذهنك ابعت بأسئلتك ابعت بتساؤلتك وممكن نبحثها كمان على البث المباشر عاوزين نكون منصفين معك لكن بحب أكد لك أنه هذا الكتاب غيرني وهذا الكتاب اللي فعلا قاد حياتي بحكمني وشريعتك جعلتني أحكم من كل أعدائي وهذا كلمة الله مكتوب عنها سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي هذا الكتاب يعني بيتكلم عنه بنواحي هو الشهد عسل لما بتزوقه عاوزتوك الأكتر وأكتر وكلمة الله لا تقيد وكلمة الله واسعة غير محدودة وهكذا كانت تنمو وتقوى كلمة الرب بشدة يعني دايما بتنتصر كلمة الله لما أنا فعلا بتواضع أمام الرب وبتواضع بحسب إيش الكتاب بعلمني والكتاب المقدس فعلا بعلمني عن هوية يسوع شخصية يسوع محبة يسوع إعلان يسوع أعلن المسيح عن الآب الآب يحبني وأعلن عن غرض الله الكامل إنه الله لا يريد أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة لكن أنا بدعوك اليوم فعلا تعطي فرصة لنفسك أنت عم بتشكك بالكلمة أعطي يعني كون منصف مع نفسك خد فرصة اقرأ في الكتاب المقدس اقرأه بالكامل من سفر التكوين لسفر الرؤية رح تشور في التسلسل والتدرج في الإعلانات حتى الله يوصلك للإعلان الكامل لابد أن تصل إلى يسوع المسيح المخلص الوحيد أنا بدعوك اليوم تثق في كلام يسوع الذي قال الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة كلامي روح وحياة ترجمة نانسي قنقر